فيديو النهاردة هوريكم ازاي تطبخوا الكوسة بطريقة حلوة جدا طبعا زي ما انتعارفين الكوسة من الاكلات المصرية يعني الاصيلة الجميلة طبعا يعني لازم انا بعملها دايما عندي يعني حتى لو مرة واحدة بس في الشهر بس لازم طبعا يعني الولاد دي يعرفوها علشان لما ينزلوا طبعا اجيزة مصر وتقدمت ليهم يعرفوا يعني ايه هي طبعا الكوسة من الاكلات الجميلة جدا نهاردة هنعملها مع بعض بطريقة حلوة قوي وازاي كمان الكوسة ما تتيريش معاكم الولاي تدوروا عليها كده في الحلة ما تلقوهاش النهاردة هقوليكم ازاي تعملوها يعني بطريقة صح وكمان هنقدم بقى معاها الرز المصر الجميل الطريقة طبعا اللي احنا متعودين عليها الرز بالشعرية ازاي كمان نعمل الرز بطريقة صح وازاي الرز يطلع معنا مفرفل مش معجن كل الحاجات دي كلها هنقلها في الفيديو والفيديو ده كمان خصوصة للناس المغتربين اللي عايشين بره وبقى نفسهم ياكلوا اكل زي دي بقى صعب بالنسبة له وكمان اللي لسه مبتدئين في المطبخ يعني الوصفة دي لهم هتعجبهم جدا مسألوا نبدأ الفيديو لو عجبكم فيديو النهاردة مششل الاشتراك في القناة واللاقو الشير لو عجبكم الفيديو يلا بينا على طول على الطريقة اول حاجة بقى هنبتدي بقى هنقطع اللحمة مع بعض هنا انا جامعت ما بين نوعين من اللحمة هنا في ايطاليا النوع ده اسمه كورونا وفي نوع تاني اللي هو مسكولو يعني الكورونا دي اللي هي بتبقى يعني جنب الكتف كده او عند الكتف بتبقى تانرة وبتبقى طرية وكمان اللي هي المسكولو اللي هي اللحمة اللي هي الموزة فانتو ممكن يعني تختاروا نوع واحد بس لك انا دايما بحب يعني ايه انوع كده فانا هعمل ميكس ما بين الاتنين انا قطعها بقى كتع كده يعني محترمة كده كتع كبيرة زي زمين كده ما كنا بنقطع حتة اللحمة بتبقى كبيرة كده ومليانة كده في قلب يعني الطبيخ هي دي الكتعة المناسبة طبعا انتو ممكن تقطعوا الكتعة دي على اتنين طبعا دي يعني حسب ما انتو عايزين في طاوسة بقى على النور لازم التطاوسة تكون سخنة وننزل بقى باللحمة لازم نيديها الصدمة كده علشان انا بفضل الطريقة دي يعني علشان السويل او اللون اللحمة بتنزله هو اللون الاحمر لما بنحط اللحمة على طول مع البصلة وهي نية بتخلي اللون الصلصة بيبقى لونه غمقة شوية اول بقى ما تتبخر السويل اللي هي بتقى في اللحمة او اللون اللي هي بتنزل اللون اللي هو بيبقى احمر ده فاني بتتبقى نقلبها على الناحية التانية بس مجرد ان هي يعني كل الماء اللي هتنزلها هتبخرها بس هام حاجة نمقمطيني النار بس علشان اللحمة يعني ما تتلساش معيكم هنا في طاوسة بقى على النار او حلة هنتجي بقى يعني اول حاجة نزلت كده بمدة دهنية انت ممكن بقى تحطوا زيت مع سامنة او ممكن زبدة مع سامنة او ممكن اي مدة دهنية طبعا مفضلة عندكم ونزلت كده ببصلتين مبشورين كده بصلتين متتوسطين مبشورين يعني لحد بس ما البصلة بتده ان هي يعني تتبل معيك بتده ان هي يعني حجمها يقلي كده وان هي تاخد لون يعني دهبي كده او لون اصفر يعني غمق شوية بس هام حاجة ما تتحرقش معيكم عشان لو البصلة تحرقت معاكم هتغير يعني اللون خالص بلون الكوسة اول بقى اللحمة خلاص بقى يعني الميا بتاعتها ببخارت هنزل بقى باللحمة كده مع البصلة هتديهم كده يعني تقليبتين كده عشان بس البصلة واللحمة يخضوا من بعد وبعد كده دفت عليهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود احنا هنا مشا نضيف ملح خالص الملح احنا بنضيفه في الاخر عشان الملح يعني بيوقف ان اللحمة تستوي فالملح انا هضيفه في الاخر خالص وبعد كده بقى نزلت بمعلقة توم مفروم بتدي ريحة طبعا مش هادر اقولك يعني نفس وكدت كنت بقى معايا في اللحظة دي وتشموا الريحة بجد ريحتها رهيبة ريحتها حلوة جدا معلقة توم دي هتفرق معاكم كتير هنحط بقى الصلصة طبعا ممكن تحطوا صلصة اه اللي هي المعلبة زي اللي انا هدفتها او ممكن طماطم فريش لو طماطم فريش هيبقى يعني من نص كيلة يعني من 500 جرام يعني لكيلو لربع من الطماطم اتسمى حاجة لازم تكون الطماطم لونها حلوة كده لونها احمر لو حسيتوا ان الطماطم يعني لونها مش احمر يعني كفاية وممكن تزود دولها معلقة كبيرة من صلصة معجون الطماطم هنحط بقى نحطر هنا بقى لحد ما اللحمة تستوي شوية وتسبك هنحط بقى نحطر الرزب الشعرية هنا برضو حطيت يعني حوالي كده ربع كباية من الزيت اي زيت نباتي موجود عندكم ودفت معاهم معلقة كبيرة كده من السمنة ونزلت بكوباية مليانة من الشعرية هنقلب بقى كده الشعرية لازم طبعا الشعرية منسبهاش عشان بتتلسها على طول نفضل كده نقلب فيها لحد ما تاخد اللون الدهب اللي انتم شايفينه ده كده خلاص هي تقريبا كده الشعرية تحمرت معي اخدت لون دهب الجميل كده اهم حاجة يعني ما نزودش عليها يعني السوى اكتر من كده علشان ما تتحرقش وهتغير لون الرز خالص وبعد كده دفت بقى ثلاث كبايات من الرز الرز اللي بقى المصري بتاعنا احنا هنا ما غسلتش الرز عشان نبقى متفكين وعارفين الرز الايطالي ما بيتغسلش دفتوا على طول كده مع الشعرية تقليبتين كده وبعد كده دفت معاهم معلقة صغيرة من الملح طبعا الملح هنا حسب الزوء يعني ممكن تدوقوا بقى وبعد كده تشوفوا يعني لو محتاجة ملح تاني او ممكن ربع معلقة من الملح مع مكعب مرأة الدجاج بتديها طعم حلو جدا او ممكن اي مرأة يعني موجودة عندكم هنا بقى بعد الرز ما تشرب هنا زي ما انتوا شايفين كده هم الحاجة لازم نكون مواطنين النور علشان زي ما انتوا عارفين ان الرز يعني لو عالها نور عالية يعني هيبتدي ان هو يشيت وهيغير طعمه خالص وبعد كده بقى دفت معلقة كبيرة متهم المهروس بتدي يعني ريحه وطعم للرز بكد روعة هنتج بقى نحضر مع بعض الكوسة الكوسة طبعا يعني فايدتها طبعا زي ما احنا عارفين في القشرة الخارجية لتوقع من برة انا اوقات كتير بعملها بالقشرة يعني بشيل بس الكتة عليها بتوقع من فوقه من تحت وبقطعها فطبعا فايدت يعني الكوسة في القشرة بتاعتها او ممكن يعني اتكحتوها كده هو حاجة بسيطة خالص يعني متاخدوش يعني من قلب الكوسة زي تنفسيها كده اللون اللي توصل لحد اللون اللي هو بيبقى لونه لون عبيض يعني خليها تبقى لونها اقدر كده معاكم يعني بالسكينة كده حاجة بسيطة بس ان انتو كحطوها مش اكتر من كده تقطعوها بقى ترانشوات لازم من تقطعوها تكون يعني الحجم بتاعها يعني سمكها كده يعني مش رفيع عوية علشان الكوسة من الخضر اللي هو بيتهرة على طول يعني ما بيستحملش خالص فلازم تكون يعني يعني وحنا منقطع هنخلي بدنا ان احنا منقطعوش رفيع علشان لو قطعنا رفيع مش هنلاقيها يعني هي هتضوب كده في قلب الصلصة مش هتلاقوها ده بقى شكلها بعد يعني قطعناها وكمان لو تطرانشو كده وانتو بتقطعوها حاسيتوا ان الكوسة يعني حجمها كبير ممكن تقطعوها على اتنين هاخدها بقى اخسلها اشطفة بس وبعد كده بقى هنا اللحمة يعني بتادت ان هي تستوي وكمان الصلصة تسبكت همتيجي بقى ان انا اضيف عليها مية اهم حاجة لازم تكون مية مغلية علشان ما توقفش سوى اللحمة هنا بقى هنزل بالكوسة اهم حاجة لازم نتأكد ان اللحمة خلاص يستوت لان الكوسة ما بتعودش خالص على النور يعني هي غلوة واحدة يعني خمس دقيق كده اقصى حاجة للكوسة ان هي ما بتاخدش اي سوى خلص ان احنا لو زودنا عليها السوى او احنا نزلناها ولسه اللحمة نية فهتضوب معاكم مش هتلاقوها هنا بقى افطاجن فخور او ممكن بايريكس او ممكن يعني اي سنية موجودة عندكم هبتدي بقى ان انا هننزل الكوسة الكوسة هنا انا سويتها يعني حاجة بسيطة يعني اول بس ما نزلتها في الصلصة وغلت غلوة واحدة وكمان اللحمة هنا استويت هدخلها بقى الفرن انا بحب دايما هدخلها كده الفرن تحت الشوية تاخد بس لون بسيط يعني الكوسة هتكمل سواها في الفرن واللحمة كمان تاخد لون عم ساحة كده انا اضافة بس الحروف وبعد كده ادخلها الفرن وهنا كمان الرز بقى خلاص استوى زي ما انتوا شايفين بجد روعة روعة ريحته كمان جميلة جدا وراحت التوم يعني مدياله جد ريحة وطعم مش هادر اقول لكم عيبتدي بقى ان احنا نجمع بقى الاكل بتاعنا الاكل الواصر الجميل بتيجي بقى اول حاجة هنغرف الرز بجد اكلة جميلة جدا طبعا زي ما انتوا عارفين الرز والكوسة طبعا يعني الوصفات الجميلة المصرية الاصيلة وكمان يعني Nixon خلاص طاليا من الفرن اللحمة كمان واغدة لون حلوة جدا انا بحب لون اللحمة كده ببواخد يعني لون كده جميل وكمان الكوسة متهاريتش الكوسة يعني زي ما انتوا شايفين كده طلع يعني الوحدة بوحدتها متهاريتش خالص وبجد ريحتها في منتهج جميل لازم تجربوا الواصفة دي طبعا يعني الواصفة دي انا عارفة يعني ناس كتير طبعا بتعرف تطبخوا الكوسة لكن يعني ممكن الوصفة دي هتفيد ناس كتير يعني زي المبتدئين لسه في المطبخ او ممكن الناس المغتربين عايشين برا زي ما هتلكوا بيبقى نفسهم ياكلوا فعلا اكل زي ديت وبتبقى صعبة بالنسبة لهم شوية قربوها بجد بالطريقة دي حلوة جدا جدا اهم حاجة لازم تصبطوا يعني الكوسة واللحمة لازم اللحمة تكون مستوية ما تكونش مهرية والكوسة كمان تكون يعني سواها مزبوط ما تكونش برضو الكوسة مهرية يعني اهم حاجة لازم نتأكد ان اللحمة استويت قبل ما نضيف عليها الكوسة عشان زي ما قالت لكم الكوسة من الخضروات او من الخضوار اللي هو ما بياخدش اي سوا خالص على النار بجد السوا مزبوط جدا يعني الوصفة دي لازم تجربوها على اقل حتى لو مرة واحدة في الشهر بجد من الاكلات المصرية الجميل اتمنى يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكون يعني استفدتوا لو بمعلومة بسيطة واتمنى تكون يعني وصفتي النهاردة او طريقتي لطبخ الكوسة يكون عجبكم وبالفة هانا على كل اللي هيقرب وصفتي النهاردة واشوفوا تاني على خير في فيديو جديد واي باي